أهلا بيكو في دروس الوصل الحر عنوان المقطع النهاردة مرحلة الإعداد الأولى النهاردة أول حاجة وصت بها الطالب وهو رفع مستوى أو درجة الحمل على ضربات رجليه بمعنى أنه هو مطلوب منه أول هدف أنه يعوم على ضربات رجلين قوية وسريعة شوية نفس المجموعة اللي بنتمرن عليها هنعتبرها كمجموعة إحماء أو تسخين وهي سباحة سنوركل 100 متر ولكن هتكون في الأداء المتنوعة بمعنى ذهاب في الوضع الدون إياب في الوضع الستريم زي ما حضراتكم شايفين سباحة 100 متر على راحة 15 سنة 5 في 100 ب500 متر دي هسميها مرحلة الإحماء أو مرحلة التسخين يريد تكمله مع المقطع للآخر لأن في النهاية في تمرين مهم جداً وحنتعرف على أهميته وأسبابه وقبل ما ندخل على التمرين رقم 2 أولاً حابب أن نوع النقطة هامة جداً وهي الأداء الخاطئ لو فعلوا الطالب عدة مرات بيتم تثبيته وترصيخه سواء للعقل أو للآداء الحرقي للجسد لذلك يجب متابعة الأداء الحرقي الجديد من قبل مدرب حتى يتقنه ثم يحدث عملية برمجة أو تثبيت للآداء الحرقي الصحيح لدى العقل والجسد نقطة مهمة جداً أتمنى الجميع ينتبه إليها والآن بعدما حققنا المتطلبات وهي كيفية استخدام المعدات مثل السنوركل، دعانف، ماسك، والسباحة بها مسافة 100 متر بدون توقف باستخدام الأداء الحرقي الصحيح ننتقل إلى المرحلة الثانية وفي التمرين الثاني أو المرحلة الثانية بنتعلم فيها الأسلوب الصحيح لدفع الماء باستخدام اليدين والغرض منه هو إتقان استخدام اليدين داخل الماء في الغوص الحر للاستفادة منها في عدة مهارات مثل مهارة الدوران أو مهارة النزول العمودي لعمق وكيفية تجنب مقاومة الماء وزي ما حضراتكم شايفين الأسلوب الصحيح للشدة أو للدفع داخل الماء باستخدام اليدين البداية بتاعتها دايما بداية استقامة الزراعين أما الشدة الكاملة بتنقسم إلى جزئين أو مرحلتين أي سؤال ممكن يدور في ذهنك دلوقتي عن طريقة تطبيق الأداء الحرقي الصحيح تابع المقطع القادم هتلاقي كل الردود وكل الأجوبة اللي انت ممكن تكون محتاج لها أو دارد في ذهنك بس خلينا نكمل الأول احنا قلنا الشدة بتنقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى بتكون شد أو سحب المرحلة التانية وهي دفع الماء بعد اتمام المرحلتين بمعنى الشدة الكاملة لازم دراعاتي بتقفل على الجناب وما بيكونش فيه أي مسافة بين الجسد والزراعين والهدف من ده هو تقليل حدوث المقاومات أو تقليل استضام الماء بالزراعين المفروض أن سواء القدمين أو الزراعين بيكونوا في محيط الجسد ما فيش حاجة فيهم بتخرج عن دايرة محيط الجسد فزي ما حضراتكم شايفين بعد الشدة الكاملة أو اتمام الشدة الكاملة بيتم ضم الزراعين للجسد وبيتم عملية الثبات لازم بعد الدفعة أو الشدة الكاملة أثبت ولو ثلاثة عدات عشان أقدر أستفيد بعملية الإزاحة اللي أنا نشأتها ودلوقتي وصلنا لنهاية المقطع أتمنى تكون استفدتم انتظروني المقطع القادم مهم جدا سلام